انتلقت فعاليات البطولة الوطنية الاستغار والصغيرات والفتيان والفتيات لألعاب القوى بمدينة إفران بمشاركة العديد من الفرق المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على مستوى 100 متر حواجي الصغيرات الفوز عاد للعداءة آية خدري من فريق أنفر بيضاوي بالنسبة لمسافة 100 متر فتيات حققت ويام نزيه من فريق الدفاع الحسين الجديدي رقما قياسيا وطنيا جديدا يتمثل في 14 ثانية وتسعة عشر جزءا من 100 على مستوى الذكور في مسافة 110 أمتار حواجز تمكن سعد جرايف من فريق نهضة أتلاتيك زمامرة من احتلال المركز الأول توجت بميدالية الدابية في السباق مع سمتر 11 وعشر حواجز في بطولة المغرب مدينة إفران كان أنا جد سعيد بدل التتويج ديالي وأنا فرحان واعتشاف غايم وخدمت عليها كل نهار وتوصلت مع الأستسيدة ديالي الخدمة في هذا العام ومع مركز تكوي العدائين أنا كانت منافسة قوية بين المتسابقات اللي كانوا معايا خدمت على ذك شلي دار معايا الكوتش ديالي لمن الدبار لمن تكنيك ديال لأي والحمد لله كان توقيت جديد المنافسات اتسمت بصراع كبير بين أبرزي وأقوى الفرق سنلاحظوا بأن كانت تنافسية كبيرة ما بين الأندية لأن كل واحد يطمح بش يكون هو البطال ديال المغرب في المسافة التي تشارك فيها المستقبال المستقبال لأن تشوفوا المستقبال يعني من الناشئين يبشوا الجينيور إلى السينيور ويمطلوا المغرب في المحافل الدولية هذا الأبطال التي حصلوا على البطولات الآن هم كل منتابعين إلى المراكز الجهوية خريجين المراكز الجهوية من طبيعة الحال الأندية تساهم في تكوينهم ولكن في التربية والتكوين والسقل المواهب هي المراكز الجهوية وأكاديمية محمد السادس وتم توزيع الجوائز والميداليات على الأبطال المتواجين من خلال البوديوم